بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في درس خاص بالتحليل الاقتصادي الكل. وتحدث عن السياسة الاقتصادية. اول حاجة عايزين نعرفها ايه هي اهداف السياسة الاقتصادية? توجد مجموعة من الاهداف التي تتطفق عليها المجتمعات مع اختلاف ترتيب هذه الاهداف تبقى لاولويات كل مجتمع. ومن اهم هذه الاهداف ما يلي نمر واحد زيادة معدل نمو الدخل القومي. اتنين زيادة حجم العمالة. تلاتة استقرار الاسعار. اربعة عدالة التوزيع. خمسة توازن ميزان انتفعات. وبالنسبة لكل هدف من الاهداف السابقة. اول هدف هو زيادة معدل نمو الدخل القومي. ويقصد بالدخل القومي قيمة ما انتجوا المجتمع من سلع وخدمات خلال فترة سنة. ومكوما بالاسعار الجارية. ويهدف المجتمع لزيادة الدخل القومي للافراد لرفع مستوى المعيشة للمواطنين. الهدف التاني هو زيادة حجم العمالة. حسو يهدف المجتمع لخلق فرص عمل للقادمين لسوق العمل. بهدف خفض معدلات البطالة في المجتمع. الهدف التالت استقرار الاسعار. وتهدف السياسة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في مستويات الاسعار. وذلك بهدف زيادة الدخل على الحقيقي للفرض. اربع عدالة التوزية. وتهدف ايضا السياسة الاقتصادية لتحقيق العدالة في توزية الدخل بين فئات المجتمع. ويوجد تعرفات تعديد للعدالة في توزيع الدخل. خامس هدف من اهداف الاقتصاد الكل والسياسات الاقتصادية وتوازن ميزان المدفوعات. ويقصد بميزان المدفوعات السجل الذي يسجل به كافة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخاري حلال فترة سنة. الاهداف السابقة التي تحدثنا على السياسة الاقتصادية يوجد تعارض بين هذه الاهداف الاقتصادية. حيث لا يمكن لأي مجتمع ان يحقق كافة الاهداف الاقتصادية السابقة وبنفس الدرجة حيث ان هناك تعارض بين بعض الاهداف. فمثلا اذا كانت الاولوية الاولى للمجتمع هي زيادة الدخل القومي فانه لابد ان يرجع هدف عدارة التوزيع وايضا هدف استقرار الاسعار. اما اذا كان الهدف تحقيق زيادة التوزف فهذا يتعارض مع هدف استقرار الاسعار. وبذلك نجد ان الاهداف الاقتصادية المجتمع يوجد بين بعضها تعارض كبير. فمثلا اه هدف خفض معدلات البطولة وخفض معدلات التدخم يوجد تعارض بينها. اذا اردنا ان نخفض من معدلات البطولة فيجي. فنجد هنا ان هناك ارتفاع يحدث في معدلات التدخم العكس صحيح. مكونات السياسة الاقتصادية تتضمن السياسة الاقتصادية على مجموعة من السياسات الاقتصادية. السياسة النقدية. السياسة المالية. السياسة التجارية. وفيما يلي شرح كل سياسة بالتفصيل. اولا السياسة النقدية. ويقصد بها قيام البنك المركزي بتغيير قيمة النقود زيادة ونقصونا. وذلك بتأثيره على حجم الاتمان. واسعار الفايدة عن طريق استعدام ادوات السياسة النقدية. لتأثير على الاستثمار وبالتالي على النشاط الاقاضي في المجتمع. اهم ادوات السياسة النقدية عمليات السوق المفتوحة. وتعني قيام البنك المركزي بشراء وبيع السندات من السوق الحرة للسندات. وذلك بهدف التحكم في العرض النقدية وتغيير مستوى الاحتياطيات لدى البنوك وحجم العملة في التداول. آآ تاني اداء من ادوات البنك المركزي او ادوات السياسة النقدية يسياسة الخصم او سعر الخصم. وهو عبارة عن سعر الفايدة الذي يتقضى البنك المركزي من البنوك عند تقديم كروض اليها. وذلك ايضا يهدف الى التحكم في المعروض النقدية. تالت اداة هي الاحتياطي النقدية ويقصد بها يتزام البنوك التجارية بالاحتفاظ لدى البنك المركزي بنزة من الودايا كاحتياطي نقدية. وذلك بهدف التأثير في المعروض النقدية. السياسة الثانية هي السياسة المالية. ويقصد بها استخدام الموازنة العامة الانفاق العام والضرائب لاغراض زيادة الانتاج والتشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتتمثل اهم ادوات السياسة المالية في الانفاق العام والضرائب. ازا يوجد اداتين للسياسة المالية هي الانفاق العام والضرائب. والحكومة تكون باستخدام اه هذه الادوات بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وظائف السياسة المالية توجد وظيفة تخصيصية في عدة التخصيص الموارد الاقتصادية وزيفة توزيعية وتوجد وزيفة عبودية تحقيق السكرار الاقتصادي. ثالثا السياسة التقارية. وهي عبارة عن مجموعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف التأثير على حجم وتكوين التجارة الخارجية. ويقصد بحجم التجارة الخارجية اللي هي اجمال الصادرات زي اجمال الوردات. ويقصد بتكوين التجارة الخارجية اي تكوينها السلعي حيث السلع وتوزيعها جغرافي بين الدول. وادوات السياسة التجارية توجد اداتين هي الادوات التعريفية والادوات غير التعريفية. وبنسبة للادوات التعريفية فهي عبارة عن التعريفة الجمهورية التي تعد من كبير الضرائب الجمهورية التي تفرضها الحكومة على الصادرات او الواردات. ان الادوات التعريفية عبارة عن ضرائب يتم فرضها على الصادرات او الواردات. اما الادوات غير التعريفية فهي تلك التي تعمل الحكومة من خلالها في التأثير على كمية او قيمة التجارة الخارجية. دون لجول الضرائب الجمهورية زي نظام الحساس. بمعنى ايه الادوات غير التعريفية? ان الادوات غير التعريفية هنا ان الحكومة بتحدد كمية الواردات اللي بيتم استراضها من الخارج. او قيمة هذه الواردات. ويوجد ايضا بعد الادوات غير التعريفية الاخرى زي قواعد المنشأ والجودة وغيره من الادوات غير التعريفية. وشكرا مع قطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ان شاء الله.